امبي بداية كانت انا حتى قلت لك قبل ما نخش على الهوى بالنسبة لك بداية صادمة انا رحت الامبي لو تفتكر صورنا قبل بداية الموسم وشايف استعاليات وشايف شغل وشايف اجتهاد بدأ الموسم بنتائج سلبية كثيرة تصورت ان امبي رايح في سكة سيئة جدا والان الامور تحسنت كثيرا مش الان بقى الان وامس تحسنت كثيرا والامور مشت بشكل طبيعي بالنسبة لنادي امبي والله طبعا هي البداية في الحقيقة يعني انا من هنا برضو يعني لازم ادي برضو الكابتين احمد كشر حقه لانه اكتهت فعلا وكون فرقة اعتبر هو مكون الفرقة اللعبة اللي موجودة يعني بس ساعات الكورة ما بتديش بالشكل اللي انت بتبقى مستنيه يعني احنا كان عندنا كنا عاملين صفاقات المفروض ان هي صفاقات كويسة منهم إيرك تراوري يعني كنا بدين بداية كويسة في الحقيقة كريمة وعملنا معسكر في برج العرب وحضرتك شرفتنا هناك بس تقدر تقول الكيمية ممشتش مع كابتين احمد كشري مع اننا ابتدينا برضو اول ماتش في الدوري كان مع بيرمز وعملنا نتيجة ايجابية واحد واحد تعادلنا وتعادلنا مع الزمالك بس بقية الماتشات كانت اغلبيتها ممكن ماتش المقولين تحديدا كمان من الماتشات اللي اكدت ان الكيمية مش راجبة انت كاتبان اتنين سفر المقولين في المقولين بعدين الشوط التاني تتغلب تلاتة اتنين فما مشتش مع الكابتين احمد استعنا بالكابتين طلعت كابتين طلعت طبعا بقى واجه له التحية من هنا رجل محترم طبعا وشخصية كمان جميلة جدا كريم في الحياة يعني ورجل بس الكابتين طلعت يعني حاس ان ممكن برضو الدنيا مش هتمشي كويس فهو يعني اعتذر عن تأدية المهمة كابتين طلعت هو اللي اعتذر عن كابتين احمد حضراتكم قدمتوله اعتذار اه احنا قدمنا للكابتين احمد اعتذار وانما الكابتين طلعت هو اللي قدم اعتذار زي ما قلتلك حاس ان ممكن الكيمية برضو مش هتمشي الفرقة برضو طيب أنا قبل ما أوصل للمرحلة بتاعت الكابتن تامر مصطفى المرحلة اللي تحسنت فيها نتائج بشكل كبير جدا بداية الموسم هل الكابتن أحمد كوشري كان يختار كل اللعبين اللي انضموا للفريق ولا لأ هل M.B.O. بيستغنى عن لعبين مهمين جدا قدموا معاه أداء رائع جدا الموسم الماضي زي محمود جاد زي مصطفى شلبي زي إبوكا لعبين المهمين الركاز الأساسي الفريق دي هل دعمتوا تدائمات تقابل هذه الأسماء الكبيرة هل M.B. داخل الموسم بفريق قوي أصلا قبل ما نتكلم على الكابتن أحمد كوشري هل الكابتن أحمد هو اللي اختار اللعبين ولا لأ طيب في البداية إحنا أما جينا تعاقدنا مع الكابتن أحمد كوشري طبعا بوجه تحية لرئيس النادي الأستاذ أمد شريعي بصراحة حاجة حاجة يعني أعتقد أن إضافة قوية للكورة المصرية والله دي هي شهادة حق يعني طبعا فأما رحنا تعاقدنا مع الكابتن أحمد كوشري كان هو على علم بالفرقة والمجموعة اللي موجودة والمجموعة اللي هتمشي وبنفكر في مين وتقريبا كل اللعيبة اللي احنا جبناهم كان الكابتن أحمد كوشري طبعا بيبقى على علم بيهم يعني هو فيه لعيبة بنفسه هو اختار يعني وفيه لعيبة كنا عايزين لي مشيق فتاة عشان كده قلتلك في البداية أن الكابتن أحمد كوشري هو اللي مكون الفرقة يعني أما تيجي تتكلم في تسعة وتسعين في المية من اللعيبة اللي موجودة الكابتن أحمد كوشري طبعا كان على علم بيهم يعني يعني كان بيبقى بيننا كلام وقبل البداية تحديدا يعني وفيه لعيبة زي ما قلتلك كان النادي بيفكر ان هو يعيرهم أو يبيعهم كابتن أحمد دماء فهو كون الفرقة فده بالنسبة للكابتن أحمد كوشري لأنه ما ينفعش أنت برده جايب مدير فني وإنما كان فيه قوام موجود في الفرقة هو موفي عليه طبعا طيب جي الكابتن بقى تامر مصطفى المرحلة النجحة دي ليه تم اختار الكابتن تامر مصطفى في الأساس وهل كنت متوقع كل هذا النجاح من الكابتن تامر مصطفى أنا بعتبر أنه الفترة الماضية دي فترة نجاح كبير جدا ده تعلق نتائج إجابية عظيمة جدا لإنبي يعني بسيثنا حاجات بسيطة لكن في المجمل أنت بتتكلم في نتائج إجابية رائعة إزاي تم اختار الكابتن تامر مصطفى وهل كنت تتوقع النجاح ده في الفترة دي طيب هو إحنا في البداية برضو كان فيه لجنة كورة كنا بنتناقش في كذا اسم مدرب وكان من ضمنهم في الحقيقة وكان مصم عليه برضو أستاذ أمن الشراء الرئيس النادي كنا طرحين أسام كتيرة جدا طريق مصطفى وطبعا مع الاحتفاظ بالألقاب يعني طريق مصطفى وكشري وكابتن طلعت ناس كتيرة جدا كنا بنتناقش فيها فكان من ضمن الأسامي كابتن تامر مصطفى بس أما جاء للجنة قررت السعانة بأحمد كشري وبعد ما اعتذر الكابتن طلعت والفكرة أساسا كانت مبنية إن إحنا عشان كده اخترنا كابتن أحمد في البداية إن إحنا عايزين نعمل فكرة جديدة ولاد صغيرين مجموعة صغيرة مع مدرب عايز ينجح عايز يعمل إس صح فهنا بقى خلاص بقى الخيار الأمسل دلوقتي في التوقيت اللي إحنا فيه بقى اللي هو ما تخسرش كل حاجان ننجح تجربة فاخترنا كابتن تامر إن هو وراحل أستاذ أيمن ولمهندس خالد كمال قعدوا معاه واتفقوا على كل حاجة وبعدين أنا قعدت معاه تقريبا بعدها بشوية يعني بساعة ولا ساعتين فأنا اللي أحس إن هو عنده مش تموه عنده شغف رهيب إن هو هينجح وده اللي خلى فكرتنا اللي عايزة تنجح مع رغبة كابتن تامر إنت عندك مشروع مشروع عايز ينجح فالمشروع ده عايز الناس عندها طموح وعندها حواف هو كمان عايز ينجح وفي الحقيقة أنا بقولك كريم إن شاء الله بدون مقاطعاني كابتن تامر مصطفى في الحقيقة من الناس اللي هتكمل في الكرة البعيد قوي لأنه فكره متطور جدا راجل اللي عيبة كمان حبيته بسرعة رهيبة كل الجهاز في الحقيقة اللي موجود يعني عامل شغل كبير جدا سواء في الملعب أو حتى في الحتة النفسية بتاعت إحنا كنا في مرحلة صعبة قوي يا كريم يعني كل تقريبا مصر قالت امبي تقريبا خلاص يعني هبط وكده فاللي احنا عملناها من ساعة ما جاء على فكرة أنا كمان قدرته جدا أول ماتش ليه كانت سيراميكا وكان هو جاي قبلها تقريبا بحوالي 72 ساعة بس الطبيعي اللي يقولك يعني أنا مش مسؤول عن المباراة دي قالك لأ أنا مسؤول عن المباراة يعني هو واخد داخل انه هو مصمم منها وربنا كرمه فعلا في الحياة وكسبنا سيراميكا في اليوم ده بس أصله أقولك انه هو الفكرة بتاعت النادي مع رغبة كابتن تامر انه هو النجاح يتم ده اللي خلك كامية يتمشي بسرعة وخلنا كمان دلوقتي احنا بنفكر انه احنا عايزين يعني نروح للمركز شوية يعني اه انه تتقدم كمان اه يعني انت كمان التقومح بقى عندك ان انت انا عايز اقولك ان في مطشنا مع النادي الاهلي اللي خسرناه اتنين سفر انا لو قلتلك الحزن قد ايه كان في الفرقة هو طبعا طبيعي او انا طبيعي طبيعي ان انت تتغلب بس معنا ان اللعيبة والجهاز وكل الناس ازعلان ان انت اتغلبت فده وراني قد ايه ان احنا مش ان ان انت جمعت ابنات بس لا انت غيرت الفكرة كمان بتاعت اللعيبة يعني هم حسوا قد ايه هم رجعوا تاني نوعا ما انبي اللي الناس كلها بتبقى عرفها في مصر طيب بما ان الراجل ناجح خلال هذه الفترة المضايا كابتان مكمل عقده يعني عقده ممتد للموسم القادم ان شاء الله ممتد طبعا ممتد العقد سنة ونص يعني احنا متعاقدنا مع كابتان تامير كان العقد سنة ونص واعتقد ان شاء الله يعني مع الموسم اللي جاي ممكن لان هي فكرة واعتقد ان هي ممكن تكمل شوية اه مع الموسم اللي جاي اشتركوا في القناة